السلام عليكم ورحمة الله كيف كنا جمعا شو أخباركم شو عاملين ان شاء الله بخير محمد منافد فايبو كوتش أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بدنا نجاوب فيه على أحد الأصدقاء يلي عم يسأل على موضوع الكربوهيدرات Life is about cars and sports طيب كابتن شورك بيشرب الكارب السريع لامتصاص أثناء التمرين هل فعلا بيساعد بالتضخيم ولا بس مجرد طاقة طيب أول شي يا جماعة عن شو عم نحكي شو هاي هي الكاربو درينكس مشروبات الكربوهيدرات نحنا عادة من روح منشتري الوي بروتين الايزولات الهايدرولايز الكنسنترات إلى آخره هذول أنواع البروتين تلاقيين عنبه هاي الكبيرة من عشر اتناشر سنة بلشوا يطلعوا منتجات تانين اللي هن الكربوهيدرات السريعة الواكسيجو بيتارغو واكسي ميز كاربولين فيه كتير كتير شركات صاروا يعملوا كربوهيدرات سريعة وما تخربت بين الكربوهيدرات السريعة ومشروبات السكر مثل جاتوريد اللي بتشوفها بألعاب الام بي اي هذا شي تاني هذا أمر تاني هذينك عبارة عن حاطين مي وسكر وشوية محليات شان يعطوك نكهة معينة وخلص بيعطوها للعبين مشان يخلصوا المباراة تبعهم وهن عندهم طاقة نحن نعرف ان الكربوهيدرات هي مصدر طاقة المنتجات هاي هي عبارة عن ستارش كربوهيدرات معقدة اخذين الكربوهيدرات معقدة هاي ومعالجينها بطريقة عاملينا باودر كتير 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 ناعم مشان الجسم يقدر يمتصه بسهولة يعني انت عم تمتص الكربوهيدرات بسرعة بتفوت في مجرى الدم بسرعة ولكن مانا بنفس الكربوهيدرات السريعة اللي الى مفعول سيء على الجسم مثل المولتوز والديكسروز والى اخره طيب انا عن حالي رح اعطيك تجربتي الخاصة ورح نتعلم يا ترى شو ممكن تعمل بالكربوهيدرات اثناء التنشيف واثناء الضخام اول شي انا ليش ما بحب الكربولين كربولين يا جماعة لانه هو واحد من المنتجات هاي الكربولين هو متاخد من الرز البطاطا هالامور هاي الكربوهيدرات اللي بناخدها نحن في الديت فانا بنظري ما حبيت اصرف مصرية على امر انا ممكن ااخده من الاكل بصراحة هذا هو تقريبا السبب الوحيد لانه انا وقت اللي عم روح على التمرين سرعة دخول الكربوهيدرات في جسمي ما رح تفيدني بهديك اللحظة بالذات هلا باخر الفيديو رح اشرح لك شو الفرق بالكربوهيدرات السريعة وليش بتفيدك اثناء التمرين ولكن وقت اللي انا ماشي على سعرات معينة ومن ضمن السعرات هاي حاسب الكربوهيدرات اذا ما رح يفيدني هالكربوهيدرات وقت اللي تفوت بسرعة او ببطء طالما بنهاية اليوم رح توصل للكمية اللي بديها فلذلك الكربولين ما ضاف اللي شي ما عطاني اي قيمة فما استخدمته هاي تجربتي البسيطة ومعلوماتي المتواضعة واكسي ميز ليش كمان ما استخدمته واكسي ميز معمول من الكورن من الذرة ونحن بنعرف ان الفراكتوس تبع الزرة السكر اللي موجود في الذرة من الانواع السكر الكربوهيدرات البسيطة يلي ما انا كتير منيحة تمام ما لا ردة فعل كويسة في الجسم فانا ما بدي طلع الانسولين كتير اثناء التمرين خليه طالع نازل واحيانا بعض الناس بتدوخ ما عمل لك وقت اللي تاخد واكسي ميز راح تدوخ ولكن ما رأيت يعني فكرة ما شفت هدف من اني دخل درة اثناء التمرين وما يعني ما كان امر منطق بالنسبة لقلي ولكن جربت الفيتارغو الفيتارغو يا جماعة انا عجبني الفيتارغو كتير 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 عجبني ليش اولا وقت اللي انا عم بتمرن وانت عم بتتمرن بعد خلينا نقول نصفة عام 35 دقيقة ما انا عن حالي ببلش بتعب بعد النصفة عام ولا 35 دقيقة احياني الاربعين دقيقة ببلش بتعب بتعب مزبوط فلاحظت وقت اللي عم باخد الفيتارغو حصرا وانا هي والله والله العظيم ما انا دعايا لا فيتارغو ولا لشي ابدا ولكن انا عن تجربتي عم قل لك شو اللي استخدمت وقت اللي اللي اخدت الفيتارغو لاحظت اني صرت عم بقدر بتمرن بقوة افضل بكتير لفترة اطول خلص تمريني ساعة وانا مرتاح تماما ماني مرتاح ولكن عندي طاقة لاني حط 100% حط مية بالمية من قوتي في التمرين فكان كتير 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 يساعدني فلذلك عجبني البيتارغو اذا شو استفد من البيتارغو اثناء التمرين تبعي وانا ماشي في التمرين تبعي صار يعطيني طاقة كتير 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 كويسة لاني خلص التمرين طيب هل هي هاي الفائدة الوحيدة هالفائدة الوحيدة هاي للكربوهيدرات السريعة لا الى فائدة تانية وهذا جواب الاخصاح بالسؤال الى فائدة في اعادة بناء العضلات كيف نحن بعد التمرين محتاجين كربوهيدرات ليش الجسم بيعمل شي اسمه جلايكوجين ريبلانشمنت جلايكوجين ريبلانشمنت شو يعني وقت اللي انت عم تتمرن حديد مصدر الطاقة الاساسي لهالتمرين هو الجلوكوز اللي مخزن في الكبد وفي العضلات اول شي بيكون جلوكوز سكر الدم بتحول لجلايكوجين بتخزن في الكبد وفي العضلات فوقت اللي انت عم تتمرن حديد عم تعمل تمرين مقاومي هالتمرين هاي طبيعة هالتمرين هاي بتستهلك كمية الكربوهيدرات اللي انت موجودة عندك في العضلات فوقت اللي انت عم تخلص تمرينك وعضلاتك ما في يا كربوهيدرات نهائيا والجسم محتاج يعمل ريكاوري محتاج غلايكوجين مرة تانية في العضلات إذا أنت ما عطيت حالك غلايكوجين إذا أنت ما عطيت حالك كربوهيدرات بعد التمرين الجسم رح يروح ياخد الأحماض الأمينية من العضلات يفككها ويحولها لغلايكوجين ويعطيها للعضلات فإذا وقت اللي أنت عم تعطي حالك غلايكوجين سريع بعد العضلات بعد عفوان بعد التمرين أنت عم تخلي جسمك يستفيد من البروتين بشكل أفضل أنت ما عم تخلي جسمك يروح يهدم لبروتين الأحماض الأمنية اللي موجودة بالعضلات ولكن أنت عم تعطي جسمك فرصة لأنه يستفاد من البروتين لأنك أنت أخذت الجليكوجين وعطيته لعضلاتك اللي هي تعبانة وديبليتت بعد التمرين فهمتوا عليه يا جماعة؟ بهالطريقة باستخدام الفيتارغو بعد التمرين مباشرة بيكون إله فعلا دور في بناء العضلات لأنه عم يساعدك على عملية استشفاء العضلات طيب يا جماعة الخلاصة إيمتا بقدر استخدم المشروب الكربوهيدرات إذا لأنه بصراحة صاره ما نرخيص فأنا ما بدي إيجي استخدمه طول السنة وما أستفاد منه أنا بقلك رأيي وانتحر وقت اللي تكون عم تنشف مانك محتاجه وقت اللي تكون عم تنشف خلينا نقول شخص عنده بطولة أو شخص حابب ينشف لأربع خمسة شهور سبت شهور يعمل فوتو شوت يعمله شوية صور أو لأي سبب كان وقت اللي أنت عم تنشف مانك محتاجه طيب أنت كابتن هلأ قلت لي أنه بيبني عضلات ليش ماني محتاجه هاها لأنه أنت عم تنشف أنت مانك في فترة ضخامة أنت هلأ مانه هدفك ضخامة العضلات أنت المفروض أنه عملت أف سيزن مرتب وعملت كتلة عضلية مرتبة وهالأربع خمسة شهور عندك تنشيف فلذلك ما أولوية الأولوية عندك هي بناء العضلات فأنت خلال هالأربع خمسة شهور أنا برأيي وقت اللي تعمل دايت رح تكون جوعان رح تكون تعبان ركز على الأكل أهم من تركيزك على مشروبات الكربوهيدرات لأنه ما نرخيصها طيب وقت اللي أنت عم تضخم هل ممكن تدخل الفيتارغو؟ صح ممكن تماما تدخل الفيتارغو أو واكسيجو أو واكسيميز أو كاربولين أو هدول الأسماء اللي هلأ في بالي باش فيه كتير مشروبات تانية فيها كربوهيدرات فإذاً تقدر تدخل أي واحد من هدول بعد تمرينك مباشرة مشان يعمل لك ريكوفري أثناء التمرين مشان تقدر تخلص التمرين بدون تعب يعني وقبل التمرين مشان يعطيك الطاقة أثناء التمرين فأنت اختار الأوقات براحتك أنا ممكن أقترح عليك أنه ما في داعي قبل التمرين لأنه قبل أول ما تبدأ التمرين مفروض أن تكون مرتاح لنص التمرين أمورك طيبة بعد نص التمرين ممكن تبلش تشرب الكاربولين تخلص تمرينك أو البيتارغو أو شو ما كان وتخلص تمرينك وتروح وتشرب البيتارغو ورح يفوت مباشرة لعضلاتك تمام يا جماعة؟ هذا هو الرأي المتواضع مشكورين على المتابعة وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر